قائمة الأرباح المحتجزة تمثل قائمة الأرباح المحتجزة تصويرا شاملا لأي تغييرات تحدث في الأرباح خلال الفترة المعدة عنها فهي بمثابة وسيلة للإفصح عن التغييرات التي تطرأ على رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة وصولا إلى رصيد الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة مكوناتها تتمثل في الآد التعديلات التي أدخلت على رصيد بداية الفترة الخاصة بالتسويات المتعلقة بفترات محاسبية سابقة كما هو موضح في الفقرات السابقة ثم صافي الدخل أو الخسارة عن الفترة الحالية حيث تتم إضافة صافي الدخل وطرح صافي الخسارة أيضا بتشمل التحويلات السنوية من وإلى الأرباح المحتجزة والمتعلقة بالاحتياطيات القانونية أو الاحتياطيات المقررة طبقا لقرارات إدارة المنشأة أو الشركة ثم التوزيعات السنوية للدخل في صورة أرباح أو مسحوبات مدفوعة لحقوق الملكية خلال العام وعلى ذلك تظهر قائمة الأرباح المحتجزة على النحو التالي رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة يتم تعديله بإضافة أو خصم التعديلات التي نتجت عن تسويات سنوات سابقة أيضا يضاف أو يخصم صافي الدخل أو الخسارة عن الفترة الحالية ثم بعد ذلك يضاف أو يخصم أيضا التحويلات من وإلى الإحتياطيات ثم يطرح توزيعات الأرباح نصل إلى رصيد الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة تمرين شامل على كيفية إعداد قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها الواضح أمامكم قائمة دخل قام بإعدادها أحد ماسكي الدفاتر تحت التمرين لدى إحدى الشركات المبيعات عبارة عن 647 ألف وربعمية إيرادات الاستثمارات من الأنشطة الأخرى 7800 تكلفة البضاعة المباعة 196 ألف ريال مصروفات بيعية وإدارية 260 ألف ريال مصروفات الفائدة 5200 ريال خسارة التخلص من أحد الأنشطة الرئيسية 13 ألف ريال الخسارة الناتجة من حدوث إعصار مفاجئ 35 ألف ريال صاف الدخل 173 ألف ريال في ضوء تلك البيانات التي قام أحد ماسك الدفاتر تحت التمرين ما زال تحت التمرين قام بإعداد قائمة الدخل على النحو المبين هذا حيث قام بتجميع الإيرادات ثم قام بطرح كافة المصروفات من جميع العناصر فوصل إلى أن صاف الدخل 173 ألف ريال إذا ما تم إعادة تصوير قائمة الدخل هذه وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها نصل إلى الشكل التالي المرحلة الأولى المبيعات ومقدارها 647 ألف وربعمية يخصم تكلفة البضاعة المباعة 196 ألف نصل إلى المرحلة الأولى من قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة وهي إجمال الدخل أو مجمل الربح ومقداره 478 ألف وربعمية بخصم مصروفات التشغيل وهي المصاريف البيعية والإدارية ومقدارها في التمرين 260 ألف ريال نصل إلى المرحلة الثانية وهي التي تعبر عن صاف الدخل من العمليات التشغيلية ومقدارها 218 ألف وربعمية بإضافة الإيرادات الأخرى ومقدارها 7800 وبخصم المصروفات الأخرى ومقدارها 5200 وهي مصروفات الفائدة نصل إلى المرحلة الثالثة وهي صاف الدخل من النشاط المستمر أو من العمليات المستمرة 221 ألف ريال باستبعاد خسائر الأنشطة المستبعدة وقدرها 13 ألف ريال نصل إلى المرحلة الرابعة وهي التي تعبر عن صاف الدخل من النشاط العادي وقدرها 208 ألف ريال باستبعاد خسائر الإعصار المفاجئ وهي التي تعبر عن البنود الاستثنائية ومقدارها 35 ألف ريال نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي التي تعبر عن صاف الدخل السنوي ومقدارها 173 ألف ريال المترجم للقناة